دعونا نلقي نظرة على جانب من جوانب هذا السمو هذا الكرم، هذا الجود في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسل نفسك حينئذ أيمكن لأحد يملك شيئًا من الشعور الإنساني ويقرأ أو يقف على هذا الموقف من هذا العظيم ولا ينجذب إليه ما هو هذا الموقف؟ لعل بعضكم سمع به لعل بعضكم قرأه قصة هي مشهورة مروية عندنا وعند مخالفين على السواء لكن ما أريد أن أركز عليه في هذه القصة وألفت الأنظار إليه هو هذا الأمر إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وروحي فداه بلغ من سمو النفس من الكرم والجود والمروء مبلغًا يخول كل عدو له إذا ما أراد الفكاك منه أن يتحدث معه أن يضرب على هذا الوتر أن يستغل هذا الأمر إنجاز التعبير إذا ما تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله بهذا المنطق يخلِّص نفسه لماذا؟ لأنه يلامس هذا الوتر في النبي صلى الله عليه وآله هذا الوتر الخاص إنه يستصرخ فيه سمو ونفسه يستنجد بكرمه وجوده النبي هنا صلى الله عليه وآله لا يمتنع حتى وإن كان هذا الذي يستصرخ فيه هذه الخصلة من ألد أعدائه سمو نفسه تدفعه إلى الإنعام على هذا العدو تأملوا في هذا الموقف رواية يرويها ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة في الكاف الشريف بسنده عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة ذات الرقاح هذه غزوة حرب كانت مع غطفان في السنة الرابعة من الهجر يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة ذات الرقاح تحت شجرة على شفير واد على طرف الوادي فأقبل سيل الآن تخيَّل الموقف النبي صلى الله عليه وآله نزل تحت شجرة وطرف الوادي شفير الوادي سيل أقبل فجأة فأقبل سيل فحال بينه فحال بينه وبين أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وآله صار وحيدا أصحابه كلهم في الجهة الأخرى وما بينهما سيل لا يستطيع أحد أن يتقدم يقول يقول فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيامٌ على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل حتى يتقدمون ظرف خاص صار فيه النبي صلى الله عليه وآله وحيدا لاحظه أحد المشركين فماذا فعل يقول فقال رجل من المشركين لقومه أنا أقتل محمدا خلص أنا الآن هذا النبي صار فريد الآن وحيد جماعة تماوية بينهما سيل انقطع عن أصحابه فالآن فرصة السانحة لكي أقتل هذا النبي فجاء وشد على رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف ثم قال من ينجيك مني يا محمد صلى الله عليه وآله هذا مسلح النبي ما كان مسلح في هذه اللحظة وجاء مشتدًا جاء خلص هذا عند قطع عند يقين بأنه خلص يستطيع أن يجز على النبي في هذه اللحظة أصحاب ماوية والنبي أعزل ليس مسلحًا فمن ذا ينجيه والسيف آن بيدي ضربة واحدة وننتهي خلص قال له من ينجيك مني يا محمد فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله فقال ربي وربك شدّة إيمان النبي صلى الله عليه وآله هذه العبارة بذاتها من النبي صلى الله عليه وآله تكشف لك عن أن له ارتباطًا بالسماء الشخص العادي في مثل هذا الموقف تجده يضطرب ترتعد فرائصه يبدأ بالهرب أصلا يقوم يركض على أساس هذا الحامل عليه لا يدركه النبي ما فعل ذلك أب مكانه في منتهى الثقة بالله تبارك وتعالى فقال ربي وربك ماذا حصل هنا تدخل جبرائيل عليه السلام تقول الرواية فنسفه جبرائيل عليه السلام عن فرسه فسقط على ظهره هذا المشرك كان فارسًا على الفرس جبرائيل جاء نسفه ركله رفسه اللي سوى وهذا راح سقط على ظهره من سقط على ظهر سيفه ماذا أيضًا؟ قد سقط فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ السيف وجلس على صدره هذا الذي كان قبل لحظة واحدة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله فإذا به الآن في موت محقق والنبي جالس على صدره تحت رحمة رسول الله الآن والنبي هو اللي الآن صار بيد السيف فقال له النبي صلى الله عليه وآله من ينجيك مني يا غورث هذا اسم غورث الآن من ينجيك مني؟ أنا مؤمن بالله فقلت ربي وربك أنت كافر من ينجيك الآن مني؟ تقدر تقول ربي وربك؟ إذا قلتها تصبح مؤمنا أنت كافر من ينجيك مني يا غورث هذا غورث الآن صار في موقف جدًا صعب ماذا دار في ذهنه؟ أول ما فكر به أن يلامس هذا الوتر في شخصية النبي صلى الله عليه وآله أن يستصرخ هذه الروح أن يستصرخ هذه الخصلة السامية أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله بسمو نفسه بجوده بكرمه بمرؤته وهذا كان معلوما لكل مشرك أن هذه الشخصية ليست كسائر الشخصيات أي شخص لو كان واقعًا في مثل هذا الموقف فسيجهز عليه صاحبه أنت قبل لحظة واحدة جيت لكي تقتلني لحظة واحدة الآن صرت بيدي أفتك بك هذه حالة كل الناس لكن هذا الرجل استصرخ في النبي هذه الخصلة لما قال له النبي صلى الله عليه وآله من ينجيك مني يا غورث قال جودك وكرمك يا محمد اللهم صلى على محمد وآله هذا أبو القاسم إذا واحد لجأ إلى جوده وكرمه وإن كان عدواً له إذا استصرخ فيه جوده وكرمه وإن كان عدواً له فلا يملك هذا الإنسان هذه الإنسانية بأروع صورها لا يملك إلا أن يستجيب سمو نفسه يدفعه إلى هذا ويحمله عليه بس ذكر النبي واستجار بجوده وكرمه إذا بالنبي يقوم ويتركه هذا قبل لحظة واحدة يريد قتل النبي قبل لحظة واحدة تقول الرواية فتركه فقام عفعاً وهو يقول هذا المشرك غورث يقول والله لأنت خير مني وأكرم